السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي حضراتكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة وكمان قبل دا كله نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد خبرنا النهاردة بيتكلم عن ابو جبل وهو اصار الجدل بشكل كبير جدا بالصورة اللي حطاها على الفيسبوك بتاعته وان هو حاطت الحمد لله بعد تعيده لازمالك ما فيش اجوان اللي دخلت فيه ولا طبعا هم جابوا جون وطبعا ابو جبل يقدى اداء كويس جدا مبارح في المباراة ولكن جمهور الزمالك طبعا فيه ناس اشادت بشغل ابو جبل او باداءه وفيه ناس تانية هجمته هجوم كبير جدا 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 وهو علشان قالوله انت الحمد لله على كل حاجة بس هو انت فاهم ان احنا كسبنا احنا ما كسبناش لقا احنا اتعادلنا سفر سفر وما فيش حد جاب لكم منتات غلطت فيه وناس تانية دفعت عنه باستماتة ولكن طبعا كل اللي وقفوا جنبه ودعموهم اخواته كلهم بيدعولوا وبيقولوله طبعا كلهم نزلوا بسطا بتقوله طبعا هو انت بتنزل صورة المنتخب له وانت فاكر نفسك كنت بتلعب مع متخب انجولا ولا بتلعب في المنتخب مصر انت بتلعب في نادي الزمالك ايه علاقة الصورة دي باللي انت او باداء الزمالك بالعكس ده الزمالك هيطلع من البطولة وهي لسه في اولها علشان اداء كل اللعيبة مش حلوة ابدا ابدا وعد مرتضى منصور مصرشور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقال ان هو خلي بس المطش الجاي ده يعدي لانهم هيقابلوا المغرب فريق الوداد يعني كم يوم كده وطبعا وحيحاسب كل الناس المتسببة في الاهمال ده كلهم وطبعا لان الجمهور زعلان وغضبان جدا من اداء نادي الزمالك اخوات ابو جبل بدون استثناء دعموا منهم الاختة اللي حطت ان ابو جبل عالمي وربنا يحميك من العين وواحدة تانية احطت دعاء لين ربنا يسهله ويصله اموره واخوه طبعا بيدعمه ويقول له ان انت مفيه ازايك واخو تاني بيقول له ان انت لازم تركز على هدفك ولازم تحط عينك في وسط راسك لان انت دايما هتقابل يعني المتشاط اصعب واصعب فربنا يوفقك ويحميك ان شاء الله لان انت واحد ليك المفترض ان النادي الزمالك كان سافر على طول المغرب ولكن قالوا ان المغرب رفضت دخول اي حد من انجولا عشان دول من ضمن القيمة الممنوعين من الدخول يعني عشان الكورونا وكده ولكن رجعت المغرب وصرحت وقالت احنا كنا مستنيين الزمالك لكن الزمالك رجع هو اللي قرروا يعني قرر رجالهم من النادي ان هم لازم يرجعوا القاهرة الاول بعد كده يرجعوا تاني ينزق يروحوا المغرب عشان يلعبوا المغرب ابو جبل لما حطوا صورته مع المنتخب مبارح وقال الحمد لله بعد النيل الزمالك تعادل تعادل سلبي مميش اي مكسب ولا اي حاجة وكمان فرصته بقت ضعيفة جدا في ان هو يكمل في البطولة الناس قالت له واضح ان انت كده مشتت ومش مركز هو انت مش شايف انت بتحط ايه ولا الاجواء ايه هي ده جماهير الزمالك خلاص على اخيرها ولا هو انت مش بتبص غير نفسك وبس وادائك طب وبقيت اللعيبة فين وكده خبرنا يكون خلص خلاص ونشوف حضراتكم على الف خير يا ربي فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله